عندما نطلع على العلوم الإسلامية كما وصلتنا عبر 1500 عام سنكتشف بأن هذه العلوم وضعت لأجل حل المشكلة وهذه المشكلة كانت هي في وجود نصوص دينية سابقة على ظهور علماء الدين أو الفقهاء الكبار خاصة في العهد العباسي الأول هذه المشكلة كانت مشكلة حادة جدا وكان يجب أن توضع لها إجابة هذا الموضوع سأحاول التطرق إليه وفهم ما جرى في تلك الفترة ولماذا كانت هذه المشكلة حادة وما زلنا نعاني من الأجوبة التي قدمت إليها حتى يومنا هذا سؤال آخر يجب أن نضيف إلى بعد ذلك وحاول أن نحلل الألاقة بين المسلم الذي تجرى أنتاجه من قبل هذه الحركات الدينية أو العلوم التي أفرزت مذاهب وأفرزت مسلمين من مواصفات معينة هذه المواصفات هي التي الآن نعاني منها المواصفات التي أقصد منها مثلا أنه الآن هناك نموذجان للمسلم يعني هو المسلم الآن هو إما طالباني داعشي الهوى أو سلفي وهم كلهم ثلاثتهم يعني أصوليين وسلفيين ولا ينتمون إلى العصر إلا باستخدام أدوات العصر فقط لكنهم لا ينتمون بل يرفضون هذا العصر تماماً وأعتبرون أن العودة هي الفعل الصحيح هؤلاء المسلمون الآن الذين هم يتسيدون العالم العربي والإسلامي إضافة لنموذج الآخر نموذج الولاية الفقه أو الولائي إذا صحة تسمية المنتشر في لبنان والإراق وسوريا وبعض مناطق العالم الأخرى هذان النموذجان هما المتسيدان على المشيح هذان النموذجان نأتي للسؤال الأساسي رح نقصه بالقسم الثاني وما هي الألاقة بين هذا المسلم الدائشي الولائي أو السلفي الأصولي سواء النمط السني أو الشيئي ما علاقة هؤلاء المسلمون بأنفسهم ما الذي حصده المسلم من علاقته بالإسلام قلنا سنقول هو مسلم لكن ما معنى أن يكون هذا الشخص مسلما هل يقدم له الإسلام شيئا هذه الأسئلة كلها راح أيضا راح أتحدث بها في هذا اللقاء المباشر والذي أتمنى أن لا يطهل في تفاصيله فابقوا معي السلام عليكم أصدقائي قبل كل شيء يجب أن أشير إلى قضية أساسية وهي أن هناك عدد كبير من العيوم الإسلامية التي ما زلنا نتبعها وأغلبية المسلمين وشعوب المنطقة تتبع هذه العقائد وهذه العقائد لم تحصل من خلال الذين نشروا النصوص المقدسة أو الذين قالوا أن لدينا نصوص مقدسة ومن بينهم الأنبياء ومن تحدث من رافقهم من الصحابة أو الأولياء أو التابعين أو الشيوخ يعني لا هنا القصة اليهودية عدنا معروفة بالتفاصيلها ولم تصلنا أخبارهم مباشرة ولا توجد لدينا أي طريقة للتأكد من دقة ما وصل إلينا من مصادره الأصلية بالتالي الرسول الكريم أيضا لم نعرف ماذا قال فعلا ولا القرآن لم نعرف هل هذا الذي وصلنا هو نفسه طبعا بالتأكيد يقول لك هو قرآن محبوظ هذا كلام موجود داخل قرآن نفسه لكن كلام البحثي أمر مختلف فيجب أن نفرق بين الأمرين والنتيجة النهائية نحن لدينا الآن علوم إسلامية وناس يتبعون دين هو بالحقيقة لا وجود لأي دليل دامغ على أن ما وصلنا هو صحيح بغض النظر عن أن هذا الصحة لأننا لا نناقش الآن مسألة هذا الصحة هل هي صحيحة فعلا وهل هي مجدية لنا حاليا أم لا لكننا نحاول أن نأخذ نظرة أو نحاول أن نرى ما وصل إلينا ولماذا وصل إلينا بهذا الطريقة ومن جعله يصل إلينا بهذا الطريقة السؤال الأساسي ببداية راح ينطلق من قضية مهمة جدا وهي تعبر عن مشكلة الإسلام بأكمله القضية هي ليست مسألة أنه أنا عندي موقف ضد الإسلام أو مع الإسلام ليست هذا الأمر مختلف تماما ربما البعض يتحسس من هذا الموضوع فمن يتحسس أدعوه للخروج من هذا القناة أصلا لأنه ليست موجه له هذا الشخص لا ينفعنا وليس هو محط الاهتمام لأنه هو مغلق وأدى أفق الخاص فنحن لا نريد أن نزعج أحدا إنما نريد أن نوصل مجموعة من الأفكار التي تؤيد النظر في ما حدث وتحاول أن تفهم ما حدث فعلا وبغض النظر عن الحساسيات الدينية وفقط الذين لديهم قلوب قوية يبقون في هذا المضمار فأنا أرحب بهذه المسألة وليس الهدف الإساءة لأحد ولا لدين ولا أي شيء عموما أنا عندي قناعة بأنه كل مجموعة من البشر أو كل جماعة من البشر لابد أن يكون لديهم دين ما يؤمنون به وإلا لم يجتمعوا مع بعض لابد لهذه مسألة مفروق منها فبالتالي أن وجود دين أو عدم وجود دين هاي مسألة محسومة لابد من وجود دين القضية الوحيدة فقط بأننا دائما نحاول أن نؤسس هذا الدين على الماضي أو على المنجز ونحاول أن نثبت الحقيقة الدينية ونحاول بعد ذلك أن نسعى جميعا لأن نفرض هذه الحقيقة على الجميع ونلتزم بها هذا هو الدين فبالتالي المشكلة أين تحصل؟ تحصل عندما هذا الدين يتكلس ويبدأ يعاني الأمرين بسبب تغيرات التي تحدث في الطبيعية تحدث في الحياة بعموما سواء على المستوى المكاني، الزماني، الثقافي، التطوري آلاف التفاصيل لأن قانون الحياة وهذا قانون الوجود أيضا هو التغير كما يقول هيراقريطس أو يراه هيراقريطس فنحن لا نهبط إلى النهر مرتين مهما حاولنا حتى أن نحن في السنة نتغير فبالتالي الفكرة أين؟ أنه نحن وصلنا دين هو ليس الدين الصحي بالتالي النتيجة الأساسية الكبرى التي أحاول أن أوصلها لجميع أقول بأن جميع العلوم التي تسمى علوم إسلامية أو علوم دينية سواء علوم إسلامية أو علوم مسيحية هذه بأكمل هي عبارة عن بدعة كما بالتعبير الديني لماذا هي بدعة؟ لأنها تحاول أن تحل مشكلة الآن يجب أن نحدد ما هي مشكلة هذه الأديان أو مشكلة الإسلام تحديداً لأننا متخصصون بهذه المسألة أنا لا أستطيع الحديث عن مشكلة الدين المسيح إلا أنني لست من وسط مسيحي لكنني عندي طلع واسع لكن لا أدعي بأنني جدير قادر على أن أجادل في هذه المسألة وحتى الديني الإسلامي نفسي أيضاً يعني قادر أن ندخل في تفاصيل الألمية الدقيقة في هذا الجانب لكن أنا ستطيع أن أتحدث كوجهة نظر من الخارج للعلوم الإسلامية السؤال المهم الآن لأطرحها ولماذا وضع علم ما يسمى علم العقيدة على سبيل المثال هذا العلم عندما نجد راجع الموضوع نجد بأن هناك موروث نصي قرآني وأيضاً موروث نقدر نقول عليه حديث من الأحاديث النبوية والسير أو المغازي النبي هذه السيار عندما اشتاحت الجيوش العربية أو الجيوش الحجازية تسميها هذا صحة تسمية هذه الجيوش الحجازية كان هدفها النهب والسرقة واحتلال البلدان واستغلال الموارد الموجودة في تلك البلدان ومسألة لا يختلف عليها اثنان لأنه لم يستدعي أحد هؤلاء الناس لكي يعني يطلبوا منهم العون أو العلاء شيء وأيضاً البلدان الأخرى لا يمكن أن تغزوا منطقة مثل الجزيرة العربية هي منطقة صحاري وشحيحة في الموارد فلا تثير طمعاً من أحد لأن يغزوها والتاريخ بيكمله يشد على هذا الموضوع لا أحد يغزو منطقة صحراوية لأنه حتى أمسك بها فما جدوى الأمساك بها وما الذي سيحصل عليه سيضيع وجهده ووقته دون جدوى حاول إسكندر قبل 2400 عام تقريباً يعني سنة 321 عن 340 قبل الميلاد أو هالحدود حاول أن يغزو الجزيرة وانطلق على منطقة الخليج العربي لكن بعد ذلك شايف أنه موضوع بميوس منه ما جدوى هذا الكلام كله فبعد ذلك وجد طريق آخر مع الهند على كل حال هذه المنطقة هي اشتاعة هذه الشعوب هذه الفتوحات كما تسمى بالتعبير الديني فتوحات المناطق هي أصلاً ما تحتاج فتح لأن هي منفتحة أصلاً وهي متحضرة وبها شعوب صحيح عدتهم مشكالات كثيرة ثقافية حالهم حال أي مناطق أي شعوب بالعالم عدتهم مشاكل دائماً إشكالات لحد هذه اللحظة لا توجد جماعة ليست لديها إشكالات عندما اشتاحوا المنطقة تملكوا عليها سياسياً مثلما اشتاح المغول هذه المنطقة بعدهم بحدود ستة قرون بعدما اشتاحوا أصاروا حكام هذه البلدان الأوحدون واستثمروا الغالي والنفيس استعبدوا الناس وحولوهم إلى موالي ومأسيرة النساء والجواري والتي حصدتها هذه الغزوات من شمال أفريقيا خاصة يقال أنه حتى تباع الجاري الطفل اللي عمرها 15 سنة تباع بدرهم في شوارع دمشق أيام الدولة الإموية هذه بعد ذلك صارت أشكالات كثيرة أنه إحنا الآن طبقة حاكمة وأتينا من منطقة غير متحضرة لكن لدينا نصوص هذه النصوص هي نصوص القرآن بدت فكرة أنه إحنا نريد أن نقدم أنفسنا إلى العالم بطريقة منطقية بطريقة عقلانية بطريقة قانونية بها شيء من الشرع ولدينا حجج تدعم موقفنا لماذا السؤال؟ لماذا احتاج هؤلاء لهذه الحجج؟ وهذا التبرير التشريعي أو التأسيس المعرفي لحكمهم وتسلطهم هذا الأمر هو هنا السؤال المهم عندما يظهر أشخاص مثل أبو حنيفة اللي ولد سنة 80 وبعد ذلك وأيضا بن سحاق ومقاتل وأسماء كثيرة جدا في تلك الفترة فهؤلاء ظهروا لحاجة يبدو ماسة جدا ولم يكن بالإمكان أن يكون هناك مبرر لوجودهم أن لم يكن يعني هناك من يدعم وجود هؤلاء ومعروف أن هؤلاء كلهم كانوا ضمن الحاشية العباسية أو الحكماء الخلفاء الأولواء الدولة العباسية أبو حنيفة كان نوعا ما عنده صلة يعني فصال لكن هو ابن البيئة وابن الضرفة في ذلك الزمان كانت سلطة موجودة وكان يحاول أن يجد صيغة قانونية تشريعية لهذه السلطة السياسية القاهرة ماذا وجدوا؟ وجدوا بأن هناك نصوص هذا النصوص خام يعني مادة خام لا تستطيع أن تستندج منها علما ولا تستطيع أن تستهرج منها قوانين ملزمة وفيها كل التفاصيل وكل احتمالات وفيها إجوبة بالتالي عندما ابتكر أبو حنيفة الفقه كانت بدعة حقيقية واتهمة بهذا الأمر فعلا يعني ليست مسألة يعني أنا أبتكرها لا فعلا اتهمة يعني سموا ألف المعلم الفقه الذي وضعه يعني وضع أسسه والأساس الأولية وعلم العقيدة أيضا وضعه أبو حنيفة هذان الألمان وضعهما أبو حنيفة لكن بالحقيقة هو وجوبها بشكل حاد جدا والتهمة بالزندق وبالبدعة وبالفتنة وما إلى ذلك لأنه علم جديد لك هو النص موجود احنا ما نهتاج لكن بعد ذلك أصبح الآن لمن لا يتبع علم الفقه هو أصول الفقه هما إلى ذلك وعلم العقيدة يعتبر ظالمضل واختلفت الصورة لماذا؟ لأنه كان هناك حاجة لوجود صيغة تشريعية أو يعني شي سمونا بنية فوقية للبنية التحتية التي تقودها السلطات الحاكمة المشكلة وين كانت؟ كانت أنه لا توجد لغة دقيقة يعني حتى في فترة الأموية نهاياتها لا توجد لغة عربية سليمة أو لها قواعد يعني كل شيء كل علوم اللغة متواجدة كانت مجرد جماعة أتوا من قريش صاروا حكام ذلك الزمان وميزتهم أن لديهم لهجة قريبة على لهجة أبناء المنطقة سواء في الشام أو في العراق أو في مصر فقالوا خلص هذه اللغة هي التي سنعتمد عليها لأن لدينا نصوص موجودة نسميها القرآن أو المصحف أجد هذا وبعد ذلك بدأت تأسيس علم العقيدة وأيضاً علم النحو والألوم الأخرى عندما بالمناسبة بعض يتهم أنه يقول لك أنه لا نحتاج علم العقيدة نحن نتبع السنة هي بالحقيقة هذا الشيء لا يمكن أن يوجد لأنه ماذا أي سنة تخصد؟ السنة كيف وصلتك؟ وصلتك عن طريق أناس فقها درسوا هذه الأمور ووضعوا وصنفوها بطريقة التي يرونها مناسبة حتى التفسير والقرآن نفسه عندما نقرأ القرآن الآن قرأت حفص عن عن عامر ورحمة باري المهم فهذا واحد كان قارئك واحد الثاني هو الوضع علم قراءة القرآن والتراتيل وما لذا كل هاي وضع قواعد القراءة وكل هاي التفاصيل هو وضعها فبالتالي عندما يهدث علم معناته هناك ضرورة لوجود علم اسمه علم التفسير علم النحو علم اللغة بيأكملها بهذا يعني إيجا مثلا عندنا إيجا سيباوي سيباوي أتى عن طريق واضع لعلم هو شخص اسمه أبو أسود دوالي كما تقول الروايات بتوصية من الإمام علي وأجا سيباوي وضع علم النحو لا يعني أنه وضع علم النحو معناته اللغة العربية لم تكن موجودة لا كانت موجودة والقرآن أيضا عندما وضعوا علم التفسير وعلوم القرآن المختلفة القرآن أيضا موجود لكن لم يعد بالإمكان أن تقرأ القرآن كما هو في الأصل هذا المعلم معاني وجود هذه العلوم والفكرة الرئيسية دوصلها وجود العلوم هي محاولة لحل إشكال ومشكلة كبيرة وهي أن النقطة الأساسية التي أسست لهذه الأمور هي أصلا بحاجة إلى التوضيح الموضوع الذي هذا يترتب عليه شيء يترتب عليه هو أن ما تم العلوم التي تم تأسيسها بأكملها هي علوم محاولة لحل مشكلة وهذا يعني بأن النص الأصلي لم يستطع أن يحافظ على براءته وعلى لحظته الأولى أن ما خسر هذه اللحظة هو إلى العبد النص المقدس فقد قدسيته بهذه بهذه الطريقة لا تستطيع أن تدعي بأن هذا النص حتى لو كان لغويا أو حرفيا هو نفسه لا تستطيع أن تقول بأنك عندما تقرأ الآن كما يقرأه الرسول في زمن مكة والمدينة حسب الرواية الإسلامية المعاني تختلف يعني اللغة الآن عندما تقول شيء الآن عندما يسمعني العربي قبل مئة عام يفهم أشياء مختلفة عن نفهمها الآن وكذلك اللغة حتى كانت هي نفس اللغة لكن الوسط أو المناخ الذي يعيش فيه الآخر يختلف وهذا يعني معني معاني اختلاف الفهم وطرق الفهم والمنظومة العقلية التي تفهم بها ما يطرح حتى لو كان ما يطرح بلغة مفهومة يفترض أو يفترض أن تكون معروفة لمن يسمع الآن عندما أتحدث حتى لو نجي بدليل بهذه اللحظة نفس هناك وناس يستمعون إلي لا يوجد شخص يستمع إلي بالطريقة نفسها التي يستمع بها الآخر إلي أنا أيضا نفسي عندما أستمع على نفسي بعد شهر أو سنة أو سنتين سأفضل إلى أشياء أنا لم أنتبه إليها وأسف أفهم ما قلته أنا شخصيا بطريقة مختلفة بالتالي هذه العلوم بأكملها وجودها هو علامة على أن هذا النصوص الأصلية تدعي أن علومها تدعي بأن هناك نص أصلي مقدس لكن وجودها بحلاته هو بدعة وهذه البدعة هي محاولة يعني هي محاولة أفسدت النص الأصلي وأفسدت القداسة التي كان يحط بها النص الأصلي رغم أنها تدعي أنها وجدت لكي تحافظ على هذه القداسة ولكن بحقيقة هي كانت تحاول وما زال جميع العلوم قاطبة العلوم الدينية اللغوية أي نوع من أنواع العلوم سواء العلوم معنى المنهج الدقيق المعاصر أو المعلوم معنى الديني اللدني القديم هذه جميعا هي عبارة عن بدأ ولا تنقل الحقيقة ولن تستطيع أن تنقل الحقيقة لكنها تدعي أنها تعبر عن المقدس أو عن العلم الصحيح كما يقولون لكن هي بالحقيقة تدعي هذا فقط لكي يعني تبرر وجودها لأنه أنت لا يمكن أن تقول أن هذا العلم الذي أنا أشتغل فيه منذ سنوات والبعض منذ قرون مثل علم الحديث اللي هو داخل عشرات العلوم علوم التفسير علوم الفقه وداخل عشرات العلوم يعني غابة كل واحدة منها يحتاج لها عمر حتى تفهمها لا يقل أنه يأتي ويقول لك أن هذا العلوم ليست ضرورية ولا تعبر عن الشيء الصحيح لا القضية غير هذا تماما الخلاصة التي أصلها بأنه هذه العلوم أو الإسلام بأكمله أصبح عبارة عن عملية منظمة اشترك بها مئات بل آلاف الفقهاء والذي أغلبهم تابعون للسلطات السياسية هي هي مصدر كل أو هي التي كانت هي المستفيدة من هذه العلوم بأكملها وهذا هو السبب الذي يبرر وجود مئات بل آلاف الفقهاء خاصة في مناطق خراسان في ذلك الزمان مناطق الفارسية غير العربية نلاحظ أنه جميعهم جميع المفسرين تقريبا والمحدثين عن الرسول تخيل الذي كان يفترضيه في مكة منطق على بعد أربعة ألاف كيلومتر عنهم هؤلاء أصبحوا هم الذين يجمعون أحاديث الرسول في ذلك الزمان هذه يعني وحدة هي مفارقة عجيبة غريبة لا يمكن أن نستعبها أي إنسان يعني كيف نصدق هذا الشيء هناك شيء خطير وعجيب في هذه المسألة هي مو مسألة أنا يلقي شكوك لا هي الواقع هو هكذا لكن هذا أيضا يحجم علينا شيء آخر يجب أن نحترف بها أنه يبدو أن الناس صدقت هذه الرواية لأنها بحاجة لأن تصدق هذه الرواية الناس دائما بحاجة لأن تؤسس لذاتها لذاتها بطريقة أو بأخرى وإلا لم تجد هذه الطريقة ستجد شيء آخر تؤسس عليه معرفيا وفكريا ودينيا وعقائديا وحتى نفسيا وحتى جماعيا وحتى قطيعيا فهي لابد أن إنسان أن ينطلق من نقطة ثابتة وهي عندي مفهوم ثابت مفهوم أتحدث عنه كثيرا ممكن في حلقات أخرى شرحت عن شرحت تفاصيله المهم هؤلاء الناس يحاولون أن يجدون ثابتا وهذا ثابت وجدوه في النص المقدس القرآني تحديدا ولكن هذا لم يكن كافيا فبالتالي وجدوا علوما أخرى علوم الحديث وعلم الحديث هو علم بدعة بأكمله حتى عندما يقول كانت تبع السنة السلف الذي يعادي الأشعري والشافعي ويعادي المذهب الأخرى جميعا ويكفرهم بل ويحل القتلهم بعضهم هذا هو يتحدث بإسم يقول لك أنا أتبع السنة أي سنة يعني من أين أتيت بها السنة كيف أتيت بها ويقول لك أنا أتبع القرآن وقراءة القرآن قراءة عاصم عن عمر هي القراءة يعني لا تعلم أن القرآن هو نفسه وثم القرآن هو نفسه منقول حال حال السنة فبالتالي أنت ما تقول أنها تتبع السنة أنت تتبع السنة التي أنت اخترتها أو التي اعتبرت أنها هي الصحيحة مجرد أن تعتبرها أنها هي الصحيحة هذا فيه شك وفيه ريبة وارتياب لا صح ولا يجوز لك أن تقول بأنني توصلت إلى الشيء الصحيح وحتى لو افترضنا الرسول في لحظة معينة قال هذا كلام الصحيح فهذا ليس مبرر بأن تعتبره صحيحا في كل لحظة وفي كل زمان الرجل في أدة ظروفة يعني الآن عندما أتحدث معك الآن أتحدث ضمن السياق ما فالرسول عندما يتحدث ضمن السياق يقول لك لا هو يبرر لك عبدا هو يقول لك لا الرسول كل شيء يقوله هو صحيح وألم الحديث بالتالي هو ينقل يحاول يدقق صحة هذه الأمور هو طبعا هذا مستحيل ولا يمكن لا وجود العلم الحديث كما قلت هو بدعة فبالتالي وعلم العقيدة أيضا هو بدعة فكل علوم الدين هي علوم بدعية فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يعترض عليه لا أعتقد إلا الإنسان يعني متعصب لا درجة أو يعني جاهد جاهد بالمعرفة بالفكر بالنقاش بأي شيء يحاول فقط أن يخرج يعني يخرج من المأزق خاص به هو أما أن يواجه الحقيقة فهذا أمر لا أعتقد أحد أدى درجة من الوعي يرفضها بعد هذا الكلام راح أشوف أنه اللي قلت بأنه كل العلوم الدينية هي علوم باطلة أو علوم لا يمكن اعتبارها علوم موثوق بها بدرجة 100% ولا يجوز أن يدعي كل واحد أنها علوم دقيقة جدا ولا تقبل الشك فبعد هذا راح أشوف راح نتحدث عن الأبعاد المختلفة لهذه الحقيقة وكيف جرى تأسيس تاريخنا وتأسيس معارفنا أو التربة أو الأساس المعرفي الذي نستمد منه جميع معارفنا وأفكارنا وطرق تفكيرنا ووعينا بالعالم والأشياء وبأنفسنا عبر 1500 عام وكيف جرى يستحق كل شيء سابق علينا ثقافيا وحضاريا ومعرفيا هذا كل راح تحدث عننا على أبعاد مختلفة منها البؤد السياسي البؤد الاقتصادي البؤد الإنساني وغيرها من العبعاد فابقوا معي متعان كما أقول جميع العلوم الإسلامية والإسلام بأكمله هو وجدت كل علوم وكل آثار بناء على وجود مشكلة تحاول حاول أصحاب هذه العلوم معالجتها وهي محاولة العودة للنصوص الأصلية والاحتكام عليها واستنباط كل شيء من خلالها أيضا هذا الأمر حدث مع المسيحيين وحتى اليهود أيضا دامعة مراجعات وتدقيق في السابق وهذا كله أنتج علوم كثيرة من خلالها أصبحت شعوب منطقتنا الشرق الأوسط تحديدا بأكملها وحتى فترة قريبة أيضا شعوب أوروبا هذه بأكملها كانت يعني هي نتاج هذا الدأب ونتاج هذه العلوم الدينية أو العلوم اللاهوتية أو الكلامية هذه كلها كانت نتاج هذا الدأب الذي استمر على مدى ألفين عام النتيجة النهائية هذا أفرز لنا مشاكل على أبعاد مختلفة من عدها وأهمها البؤد السياسي البؤد السياسي ماذا عمل أنه نحن الآن كما نرى بأنه نحن كمجتمعات همن الوحيد أصبح هو الانتزام بالعقيدة وكأن هذه العقيدة هي صخرة صماء صنم يابد أن نتعبدها جميعا أو نتعبده جميعا السلطات السياسية دائما تفرض على الناس هذه العقيدة والكل يفتخر بأنه يتبع هذه العقيدة وكأن العالم متوقف عن الحياة وكأن كل ما حولنا هو حدث طارق الحدث الدقيق والصحيح دائما هو هذه العقيدة التي وضعها لنا من يسمون الفقهاء الأربعة أو العشرة أو العشرين أو الفلاسفة ما عندنا فلاسفة أو الفقهاء وعلماء الدين وخاصة كبار العلماء الدين وعليه وعليه فبدل من أن نحاول مراجعة هذه الأصول التي وضعها أو لا وقالوا أنها العلوم الصحيحة الدقيقة صدقنا ما قالوه وفي الحقيقة كما قلت أنه ليست علوم دقيقة إنما هي محاولة لحل مشكلة وهذه المشكلة ما زالت موجودة وبالعكس هي عالجت مشكلة وقدمت علوم لكن بعد ذلك رأتحدث أن الإشكالات التي ولدتها هذه العلوم ولدت مذاهب وصراعات كثيرة في البؤد الديني فالبؤد السياسي أصبح وظيفة كل إنسان الوحيد أن يكون إنسانا ملتزما بعقيدة إذن السؤال يصبح الآن ضروري وهذا والديني للبؤد الإنساني ما هي الألاقة بين الإنسان وهذه العقيدة ما حاجتنا لهذه العقيدة هل هذه العقيدة تبني الإنسان الذي فينا أم تبني المؤمن المتطابق مع المؤمن الآخر هل هذه العقيدة تبني أناس لديهم طاقاتهم الخاصة ويستثمرونها فيما هو صالح الجميع أم أن عليهم جميعا أن يكونوا أدوات تحت رحمة هذه العقيدة أو من يشرف على هذه العقيدة ما هي الدمانس السؤال البسيط على البؤد الإنساني ما الألاقة بين المسلم والإنسان الذي عليه هذا المسلم يعني الآن عندما نقول هذا مسلم ما معنى هذا الكلام ما معنى أن تكون مسلما الآن أو مسيحيا في الشرق الأوسط ما معنى هذا الكلام ما هي الصلة بين هذه الصفة الإسلامية التي يصف بها شخص ما أو المسيحية وهو كإنسان ما الذي تقدمه له هذه الصفة له كإنسان هذا السؤال خطير جدا وأعتقد أنه يجب علينا أن نتوسع فيه وندرسه بعنق فكما قلت في المقدمة الحلقة قلت بأنه هناك معنى لهذا الإنسان أنه أصبح الإنسان هو إما يجب عليه أن يكون بالنموذج طالباني أو دائشي أو سلفي أو ولائي شيعي لا خيار لأحد سوى هذه الخيارات أو أزهري في كل الأحوال فأين هذا الإنسان الذي يجب أن يكون موجودا وزاء كل هذه الذوات التي يجب علي أن ينضوي تحتها ويلغي ذاته من أجلها والحقيقة الصارخة أكثر من الصارخة تقول بأن هذا إنسان علي أن يمتهن ذاته بل يمتهن المرأة عليها أن تمتهن ذاته وتمتهن أنثويتها وطاقتها الإنسانية الأنثوية الداخلية أو طاقة الإنسان الذكر داخل الإنسان المنفرد فبالتالي يجب أن تمتهن ذاتك يجب أن تحقر ذاتك بل أن تقول أنني عبد وعبد ذليل وحقير هذه عبارات دينية بالمناسبة ليست من عندي وعبد حقير وذليل وعليك أن تعفر رأسك في التراب كل يوم خمسة مرات هذه لا بأس تعدك عبادة ودين لا بأس يعني لكن ما معنى أن تمتهن ذاتك إلى هذا الحد ما معنى أن تقول أن نفسي أمارة بالسوء ما معنى أن تقول أن نفسي في خسر ويجب أن أحذر من نفسي لماذا لا تحذر من هذه السلطة التي تضطهدك وتمتهن ذاتك وكرامتك باسم الدين والذي يدعي أنه دين صحيح والعلوم الدينية الصحيح التي لا تفقى فيها شيئا أنت متهم بأنك لا تفقى فيها شيئا يعني ما وضعوا هذا الدين الصحيح والعقيدة الصحيح وكما بزعمهم لحل مشكلة هما لديهم موجودة لديهم هما يردون بررون شرعيتهم وسلطتهم وحل ورجعوا للنصوص الأصلية وقرأوها بطريقتهم التي اختاروها بأنفسهم وفرضوها على الجميع وقالوا أن هذه هي الصحيح وأصلا نص القديم موجود نص القرآن موجود يأتي كما هو ما يحتاج أي شيء آخر لماذا توجد علوم أصلا لا يوجد داعي لا يوجد داعي يعني الآن عندما نقول أن هناك جنيوت وضع قانون الجاذبية وضع قانون الجاذبية لكي يوجد علم ووجد بعض ذلك علوم الجاذبية وعلوم الفيزيو وما إلى ذلك مثل ما وضعوا علوم النحو لكن الجاذبية هي موجودة أصلا أين هي الجاذبية هي موجودة الآن أين هو النص الذي اعتمدوا عليه على هذا العلم الصحيح كما يقولون أعطني النص أو هو يقول النص محفوظ إذن أين هو هذا النص المحفوظ دلوني على المكان الذي يحفظ فيه لا بأس أنت تقول محفوظ أين هو دعني أراه بل لماذا لا نجد أي أثر لهذه العلوم الصحيحة لما قامت عليه هذا العلوم الصحيحة لماذا لدينا ألف تفصيلي في علوم الحديث والرجال والجرح وما إلى ذلك لماذا معناته هناك مشكلة خطيرة السؤال الأخطر على الجان البعد الديني لماذا كل هذا الخلاف هذه الدينية أصلا لماذا هناك خلاف بين السلف الذي يتهم المذهب السنية بأنهم ليسوا من أتباع السنة والنبوية وأنه نحن أتباع السلف أهل السنة والجماعة وما إلى ذلك لماذا لماذا الشيء يقول لا هذا كله غلط أنا الصحيح الوحيد إذن هناك مشكلة فهذا دليل على أن العلوم التي وضعت والمذاهب التي ظهرت هي نتاج مشكلة خطيرة وأنهم لا يمتلكون أي شرعية لأن يقولوا نحن على الطريقة الصحيحة وأيضا لا يمكن أن يبررون يعني أي واحدة الآن لا بأس تقول أنا مذهبي هو المذهب الصحيح لا بأس وهذا الصحيح نفسه أنا شنو هذا أوكي هذا الصحيح الحديث منطق صحيح والقرآن منطق صحيح لكن هذا الصحيح هل هو صحيح فعلا ما معنى كلمة صحيح وهل يوجد شيء صحيح أصلا أين يوجد صحيح دعوني أرى شيئا واحدا صحيحا كلمة واحدا صحيح لا يوجد فإذن دعني أرى هذا الصحيح حسب تعبيرك فأنا أعترب أنك نقلت لي وحققته ودققته وحككته وشطفته ورفعته ووضعته كله وتأكدت مئة بالمئة بأن كل ما لديك هو صحيح لكن هذا الصحيح الذي وصلني كما تقول عن طريق الرسول أو الصحابة أو ما لذلك هل هو صحيح فعلا أنا لا أفهم ما معنى صحيح كلمة صحيح هي غير صحيحة أصلا يعني هي صحيح نفسها غير صحيح هي أسطورة لا أوجد شيء صحيح لأنه أنت أنت شخص غير صحيح وعندما تطلق حكم تغير حكامك بعد وقتها فبالتالي يصبح صحيح ومحاولة لتثبيت شيء تتفق عليه الناس وتسير عليه بغض النظر أنه فيه إشكالات يعني تصير إشكالات لكننا نتفق على أنه صحيح يصبح فكرة الصحية فكرة أعتبارية مجرد لحشد رأي جماعة وعدم تفرق الكلمة تصبح مسألة سياسية دغمائية منفعية لا أكثر ولا أقل براغماتية يعني أنه إنسان لابد أن يكون لديه شيء ينطلق منه لماذا؟ لأنه نحن جماعة بشرية ولدينا آراء مختلفة لابد من وجود جهة يعني البشرية وصلت لهذا الحل وبهذا السبب تطورت ووصلت إلى ما هي عليها الآن لأنها أسس شيء قالوا هناك دائما شيء صحيح وثابت نتفق عليه ونأسس عليه كل شيء ومن يخرج عليه نعتبره كافر زندير نعتبره خارج على جماعة متمرد نطرده بعيدا حتى لو كان هناك نوع من الحق لديه لكن إحنا التزمنا بهذا بهذه الشريعة بهذا المعيار بهذا النمط من الألاقات وخلاص لكن عندما يأتي وتعتبر هذا النمط من الألاقات يصبح مقدس على مدى ألف وألفين عام هنا تصبح المشكلة كبيرة هذا يصبح هذا الاتفاق على وجود شيء صحيح يصبح اتفاق قاتل اتفاق مرضي لأنه عندما تضع هذا الاتفاق ولا تستطع تغييره معناته أنت دخلت في مأسر كبير وهذا اللي نحن فيه العرب والمسلمين الآن أنه انه اتفاقنا على الشيء الصحيح والدين الصحيح والعقيدة الصحيحة وقلنا هاي هو كان مجرد مسألة يعني اعتبارية اتفاقية ولتأسيس شيء نتفق عليه جميعا لمرحلة معينة لكن أن نقول أنه هذا خارج التاريخ وخارج الزمان وأن كل ما يحدث هو لا يؤثر في هذا الاتفاق هذا معناته أصبحت المسألة امتهان لإنسان وامتهان لقدراته وامتهان لطاقاته وامتهان لكل شيء إلى علاقة بالإنسان وحتى الإله نفسه نعم لا يؤقل الإله أن يقدم شيء على مدى ألفين عام أو ألف وخمس مئة عام ولا يسوي إلى أف ديرت يعني ما معقوله هل يوجد إله من هذا وإلا لماذا أحدث التغيرات في هذا العالم من يهدد التغيرات ما نقول إن الله هو نفسه هو المغير هو المسيطر هو الحاكم هو كل شيء وهذه الأشياء التي تهدد كلها بإرادته فبالتالي إذا هو إرادة الإله الذي يشرف علىه الذي أرسله هذا الدين كما يزعمون أن يهدد التغيرات لماذا لا يهدد التغيرات فيما أرسله هو هو صاحب التغيرات هو هو المسؤول على هذا الموضوع فبالتالي هناك هناك يعني وضع مهلهل مهلهل لهذه العلوم التي يدعون أنها علوم صحيحة مئة بالمئة لكن أنا أتربي أنه أدت غراضها هاي علوم ما احترام للأديان ما احترام للإنبياء للأوصية هم ما نجحوا بالوصول إلا لأنهم استطعوا أن يقدموا خدمات للآخرين أو فرضت هاي المسألة لحاجات كثيرة يعني لا نستطيع أن نلوم شخص ظهر ودعاء إلى دين معين هناك ظهروا مئات الداعين إلى ديان جديدة إلى مذاهب جديدة وعقائد جديدة ومئة بل آلاف لكن كلهم انقرضوا إلا بقي من وجدت الناس أنه الأصلح بالوجود أو التواجد أو الاستمرار ومن بينها الدين المسيحي والدين الإسلامي والإسلام بالحقيقة هو خلطة عجيبة غريبة كانت هي خلطة الشعوب طحنت 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 الجماعات بعضها ببعض وأصبح وهي نتاج تاريخ عريق قديقة سابق على الإسلام ومعاصر لظهور يعني دولة قريش فهذه كلها خلطة صار ميكس شرعاء يعني بالغ التنوع وأدى بالنتيجة لظهور ما نسميه إسلام وأدى لظهور علوم حديث وعلوم عقيدة وعلوم فقه وأصول فقه وما إلى ذلك هاي كلها المحصلة النهاية ما نسميه إسلام لكن هل هذه لها علاقة بالإسلام الأصل اللي ظهر في لحظة معينة بالقرن السابع الميلادي بدأ مطلع القرن السابع الميلادي لا فما يعني لا يمكن لا يمكن أي إنسان عاقل أن يفترض هذا الشيء هذا يؤدي بنا للبؤدين الأخيرا وهم البؤد التاريخي والبؤد الحضار البؤد التاريخي هو أصبح لدينا جعل التاريخي توقف بالنسبة إلينا هذا التأسيس لهذا العلوم أوقف التاريخ أوقف الزمن دمر يعني ألغى الإنسان امتهن الإنسان امتهن كرانته واعتبر وجود الإنسان كفرد لاغيا لا فن لا موسيقى لا تطلعات ذاتية الحب فكرة الحب فكرة حتى الشعر أصبح شيء سيء حتى يعني تخيلوا جعلوا كل شيء حراما إلا المهم أنه اتباع العقيدة الصحية أي عدم اتباع الذات الإنسان لم يعد وجود في تاريخنا ولحد هذه اللحظة الإنسان لا وجود له ولا احترام له الأولوية دائما للدين وليس للنفس النفس الأولوية لها لماذا وضعت ضمن مقاصد الشريعة بالتعبير الحديث عند حلقات عن مقاصد الشريعة أوهام مقاصد الشريعة التي وضعت خصيصا لكي تكون ردا على مبادئ حقوق الإنسان بطريقة إسلامية لكن طريقة كانت فاشلة ومفضوحة الأهداف وضحتها بالتفاصيل في حلقتين عن مقاصد الشريعة هذا هذا كل البؤد التاريخي أدى إلى ألغاء التاريخ من واقعنا المعرفي والحضاري والإنساني وهذا أدى بنا دائما أن نكرر أنفسنا ولا نبني تراكم ليست لدينا تراكم زمني يعني عندما الغرف تقدم لماذا يتقدم الغرف لأنه عنده تراكمات تجد أحيانا عندما تشوف أي بحث تقرأ سنة 1830 مثلا مرجع مالتا وهذا المرجع قضايا العلمية تحديدا بس عندما يرجع الآن أن واحد من علماء الحديث أو علماء العقيدة يرجع من إلى سنة 200 هجرية أو 150 هجرية لكن هذا شيء يختلف عن مرجعية الغربي الغربي هناك شيء تحقق هو بنى عليه بنى عليه وانطلق وأتى بعده وبنوا عليه وإلى أن أصبحت ما نراها الآن من علوم من حضارة غربية بالغة التعقيد وبها آلاف العلوم التي تجب ما قبلها وليس تنام أو تعشق ما قبلها إنما تؤسس عليه وتنطلق للأمام الفيزياء الآن ليست هي نفس الفيزياء قبل 50 سنة قبل سنة أصلا ولا الطب هو نفس قبل 100 سنة ولا القانون ولا السياسة هي نفس قبل 10 سنين وهكذا وكيف قبل 1000 سنة فعندما يجي صاحب العلم العقيدة وعلم الحديث يلغي الفترة الزمينية بأكملها وقال لك نرجع لسنة 100 هجرية قال الشافع كذا وقال الغزال قال هذا توقف التاريخ وهاي كل الفترة كان شيئا لم يكن أختم بالبؤد الحضاري هذا البؤد الحضاري أدى بنا إلى أن نأزال بيننا وبين العالم الخارج هذا العالم الخارج أصبح عالم متهم يحاول أن يخترقنا ونحاول نحن لا نستوعبه لماذا لأننا الحضارة لها علاقة بالزمن العلاقة بالإنسان وليس لها علاقة بالعقائد العقائد توجد عندما يوجد شيء جديد وتتألف عليها العقائد بهذا السبب عندما ظهرت السلطة الإسلامية العباسية ظهرت الحضارة بشكل واسع لماذا لأنه يحتاجوا تأسيس دين جديد هي هالعقائد ظهرت العقائد يعني علم العقائد وعلوم الحديث وعلوم التفسير والتاريخ والسير كلها ظهرت لماذا لأنه سلطة جديدة ما أتى أي أرضية أو شرعية دينية أو أو سياسية فبالتالي احتاجت إلى دين وعقيدة تتأسس عليها وجدت هذه العقيدة بسبب وجود علوم المنطق وعمليات ترجمة التجارة عندما اكتملت العملية تأسيس هذا الدين تخلوا عن كل ما لا يحتاجونه من علوم من كتب من فلاسفة يعني ظهروا فلاسفة ظهروا أدباء ظهروا شعراء ظهروا علماء يعني علماء طبيعة مثل ابن هيتم والخوارزمي وغيره علوم علماء رياضيات ولكن هذول ظهروا ضمن نفس يعني الأسس المعرفية التي أسستها الكتب المترجمة والحضارة والإرث الحضارة السابق لكن عندما هذا كله كان هدف من هذا ماذا من هذا تأسيس العلوم الشرعية الدينية عندما تأسست تم تدمير كل شيء وإلغاء كل هذه كل من ظهر يعني عرضا يعني الحضارة كما يسمى الحضارة الإسلامية هي بالحقيقة ظهرت عرضا ليست ضمن الهدف الأصلي الهدف الأصلي هو تأسيس السلطة تأسيس الشرعية للسلطة الحاكمة وما زالت جميع السلطات لحد هذه اللحظة تنطلق ويعني تؤسس شرعيتها على هذا الأساس فكان لحظة وجود علوم وحضارة ما يسمى حضارة تم القضاء عليها عندما تحقق الدين وتحققت شروط الدين الصحيح بالتعبير الديني الرسمي يعني أنه هذا الدين سنتحقق فما لا نحتاج حضارة لا نحتاج علوما طبيعيا كما يقول ابن تيمية وهو محق في هذا الكلام طبعا يعني قال هنا هذا علوم يعني لا نفعل العلوم بحقيقية هل علوم الشرعية وهذا الكلام صحيح يعني الدين ما يحتاج العلوم يعني ماذا يفعل بها بالعكس تدمره لأنه عندما تيجي الطبق يوم المنطق والفلسفة والفكر والفين والموسيقى والحضارة بأكملها كل هذا مدمر للدين الدين يدور جماعي يدور قطيع فأنتما تجي وتجعل للإنسان قدر على أن يكون إنسانا فهذا بالتالي هذا مدمر له تماما آسف على طالع وأتمنى أسمع أراكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر